إذن فغنتكلموا في المحور الأول على قضية طرد عزيز أخ نوش من القصر الملكي فكتعرفوا أنه بالأمس كان مقررا أنه غادي يكون وحد تعديل حكومي بحيث أنه كان غايتم تغيير مجموعة من الوزارة وكذلك كان غايتم تعيين مجموعة من كتاب الدولة بالإضافة فحتى وسائل الإعلام كلهم كانوا كيتسنوا اللحظة دي الساعة فين توصل الربعة ونص باش يعرفوش كنهما الحيتان اللي غادي تغيروا في حكومة الضيناصور عزيز أخ نوش كما أن التلاتي الحكومي كان مجد لائحة انتع الوزارة اللي غادي تبدلوا في إطار تقسيم الوزيعة إلا أنه لاحظات قبل تعديل الحكومي فالمدعو أخ نوش غادي يطلقها رسالة من الدوان الملكي وفي مضون الرسالة عدم رضا الملك عن بعض الأسماء المقترحة في هذا التعديل أكثر من ذلك في المساطر كتكلم حول غضبة ملكية خاصة بعد ما تم إدراج بعض الأسماء المعروفة مع عائلات سياسية معينة واللي مبينتهم وزراء سابقون ومباشرة بعد هذا الفضيحة اللي تلقاها رئيس الحكومة فغتلاحظوا على أن معظم الوزارة اختفوا عن المشهد أكثر من ذلك مجموعة من الوزارة ما تجاوبوش في الهواتف النقالة ديالهم المهم فكل واحد فيهم في نغابر واللي أول مرة منذ تولي محمد السادس للسلطة في المغرب غادي توقع هذا الواقع بالضبط واللي كيبان فيها كأن الملك أرفضي استقبل أو تردك الوزارة أو ترد حتى رئيس الحكومة بذيك اللائحة اللي يجيب معه ففي الوقتال الشعب المغربي تعاني من اليأس فعلى الأقل كان خاص يجيب وجوه جديدة الوجوه اللي تقدر ترد التفاؤل للمواطن المغربي فمشا وجابوا وجوه البؤس واللي أصلا ديجا كانوا وزراء والبعض منهم اللي ديجا عليها القيل والقال وبصريح العبارة أشخاص فاسدين ثبت عليهم خرقات أو الفشل ديالهم إلى ما قلناش أن عليهم شبهات جنائية كما أنه باش غيستروا هذا الفضيحة فغيصرحوا أنه تم تأجيل تعديل الحكومي لإعادة النظر في لائحة المرشحين للاستوزار ورؤساء مؤسسات دوستوريا إذن فالفضيحة غديل خصوها في هذه جنائية السطورة بينما الحقيقة أن الملك رفض ذلك اللائحة ومعه رفض استقبال الوزراء في القصر الملكي أو تعيينهم هناك نتكلم على البعض ماشي الكل ويا حكومة البؤس فالمواطن المغربي ما يطلبه هو تعديل سياسة الحكومة وليس تعديل الأشخاص وليس يتغيير كمامر يا كمامر الويل فتصور وصلنا لدرجة أن هناك ما يسمى باقتسام الكعكة يعني كيتم تعيين أو استوزار أشخاص باش يستفدوا من الامتيازات ويستفدوا إلى كانش مشاريع ويستفدوا إلى كانش أراضي بنص تمان ويستفدوا كذلك من الحصول على الصفقات العموم يلشركة انتحهم أو الشركات أخرى مقابل عمولات يعني أن هذا البلاد رضوها كالزريبة فتصور أنك يجيك وزير العدل وهو محامي وبالتالي فهو حقوقي فأول إجراء غالي التخدم لتولى رئاسة الوزارة وهو سحب القانون للإثراء الغير المشروع وده باقل استماتي في الصلفة المستراجينة واللي تقيس على حسابه وعلى صحابه ناهي بالملعام لأنهم ولو تيشوفوا بأن هات الجمعيات ولو تمثلوا لهم كابوس بفعل الشيكيات مع العلم أن معظم الشيكيات كتمشي خاوية أو تعتبر خاوية فضية مع العلو أنه لو كان يتم تحقيق مع أصحابهم للقوا الكوارث وتيخرج بلاحيا ولحشما السيلوزير وكيهدد وينتقد وزير أو مدير هيئة النزاهة في انهيات خمسين ألف مليار باش نعتقلوا المتورطين السيوزير العدل لهو مثال حي على الرجل السياسي المغربي فهدوهم السياسيين لكتحب الدولة أو رموز الفساد فهم خصهم رجال مفسدون عليهم ملفات قضائية عليهم آلاف الخروقات يعني الأشخاص لقد يبيعوا الذن منتحهم يبيعوا أنفسهم يبيعوا حتى العرض ديالهم لأن هؤلاء تسهل التحكم فيهم لأن عندهم نقط ضعف عكس من تكون رجل أو مواطن شريف عنده مبادئ فكونوا على يقين أنهم يمكنشين في الأوامر أو ما يطلب منه حرفيا أو يوقع على شيء غتيقة لتشوف يا هذر للمال المغربي فهنا هو الفرق إخواني وهذا هو الصراع لخاصيكم في البلاد ما بين رجال شرفاء وما بين رجال فاسدين والغريب والعجيب أنه ما كيستفدوش من نهايات نطاع بعض رجال السياسة فين هو عبدالواحد الراضي وما فعله من جرائم في حق الشعب المغربي وأين هو دريس البصري القزار واللي سلات به ليام حارق بفرنسا ومات الموتة ديال الجيفة وفين هو المدعو العنيقري شافنت على المخابرات والزعيم الأمني فغينتهي به الأمر فوق كرسي متحرك فهواش أخ النوش ووهبي والبقية تيشوفوا ريوسهم داخلين في الستينات من العمر وتيشوفوا أنهم تيرقوا للحفن تاع الموت وديك الساعة الحساب والعقاب بتاع بالصح ومع ذلك ما مسوقينش زايدين في الطغيان تحهم وانتو ما كتشوفوا قدامكم يحيى السنوار واللي في الالفين وتسعطاش يقول لهم أنا في عمري دابة تسعود وخمسين سنة يعني ما بقى لنا والو ونموتوا ديك الموتة العادية وكيسم ما هو أخشى الأموتة موتة الفطيسة أو موتة البعير على الفراش هذا شخص مجاهد مقاوم ضحى بالنفس انتعو ضحى بالغالي والنافي السجون المقاومة وشوف ايش تيقول وتيقول لهم خايف لا نموت بكورونا أو بجلطة دماغية أو بسكتاتين قلبية وحنا عدنا موزراء تخطو ستينات بحل ذاك شاكي بالموسى ستة وستين سنة وكتشوف أخ نوش وهبي الميراوي يدخلوا في ستينات ولا حياته لمن تنادي وده بغدين تقلوا واحد خبر آخر والليه هو الحكم باستجن خمس سنوات على واحد المهاجر مغربي بالبرازيل واللي أساء للملك عبر الفيسبوك فهنا كنت تكلموا على مواطن تينحضروا من مدينة فاس واللي تم اعتقاله مباشرة بعدما دخل طراب الوطني فهذا الشخص ومن خلال واحد الشارعي تنشره عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك فغد يسيء المؤسسة الملكية المهم فالمحكمة في فاس حكمت عليه بخمس سنوات نافذة وغرامة قدرها ميتين ألف درهم بعدما تمت الإدانة بتهم الإساءة وإهانة هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كما أن المحكمة ستتقرر حدف وإطلاف الوقائع والمنشورات وحتى الفيديوهات والرسوم وتصريحات المضمنة بالحساب الإلكتروني تع المتهم وتمت كذلك مصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وهذا هو منطوق الحكم كذلك واحد الشيخة أخرى سمتها أميمة البعزية والتي كذلك تمت المتابعة أنتحها من طرف نيابة العامة بيثاس مع العلم أنها كانت رهن الحراسة النظرية بسبب أنها قامت برفقة زوجها دهس واحد حاليس خاص بالمستشفى الحسن الثاني بيثاس كما أن حاليس الأمن الضحية والتي تعرض لواحد الكسور مزدوجة نجيجة الاعتداء والتي تعرض له من طرف زوجها الشيخة والتي سيقوم عمدا بدهس الحاليس الأمن والفرار كما أن الشرطة غاديتوصل لهذه المعطاعة وغاديتأكد من الصح أنتحها من خلال كاميرات الكينين في المنطقة وحاليا فتم اعتقال وميمة البعزية وتم الوضع ديالها تحت الحراسة النظرية من بعد تمت المتابعة أنتحها في حالة صراح والمتابعة ديالها بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر بينما الزوج ديالها اللي هو هارب فهو في حالة بحث والبوليس تقلبوا عليهم باش يعتقلوه ودابا غاديتكلموا شوية على دكليف كندا المسمى هشام جيراندو بلا شك أنكم كنت تعرفوه مزيان هذا الرجول كانت يخرج دائما عبر فيديوهات وصطوريات يتحدث على الفساد ويحارب مفسدين كما يدعي هذا شيء مزيان ولكن هذا الشخص بالأمس غادي تستقبله قناة جزائرية وغادي بقي يدير أكبر تدليس فتصوروا على أنه غادي يصرح بأن الميزانية السنوية ديال المؤسسة الملكية يعني انتع القصر هي ميتين وخمسين مليار دولار في حين أن الناتج الخامس سنوي للدولة المغربية يعني دكشي اللي كينتجو المغرب سنويا كيوصل فقط مية وربعين مليار ديال الدولار والغريب أن ديك القناة الجزائري اللي دوزت دكشي انسات بأن الجزائر بالموارد الطبيعية ينتح من بيترول وغاز إلى غير ذلك وكل ما كينتجو الجزائريون سنويا ما كيتجوز ميتين وستين مليار ديال الدولار وهذا خلال شي كدب كيقولون غير ميزانية القصر ميتين وخمسين مليار دولار فسبحان الله باش تعرفوا هاتسيد مسكين غير كيدوي غير كيعطيوه كيكتبو له كيهضر ونزيد كيه اخي الميزانية الصحيحة اللي كاتم في القصر هي جوجل مليار فاصلة خمسة درهم ماشي دولار درهم وكازقول ميتين وخمسين مليار ديال الدولار اه لاطيف فالمغريب كامل اللي كيخسروه في الصحة في التعليم الأجور موظفين الصناعة كل شي مية وابعين مليار دولار والجزائر بدأتها بذلك البترول والغاز إلى غير ذلك الناتج السنوي انتحها يعني ذلك شلي كتدخل من البترول وذلك شلي كتدخل من الغاز وذلك شلي كتدخل من الجزائريين يعني كشعب ميتين وستين مليار دولار والخبر الأخير إخواني بقي لنا واحد ساعة أو ساعتين باش المغربة يعرفوا شكون هما الوزراء اللي غدي غيدروا الحكومة وشكون هما الوزراء اللي غدي يعوضهم لأن حاليا في القصر الملكي الملك سوف يعين وسوف يعوض بعض الوزراء لا من تنسل